النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن حاجة مهمة جدا 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 وهي intrusion prevention system او الاي بي اس سؤال ما بيخرجش من اي انترفيو ايه هو الاي بي اس يعني اي شركة هتروحها اي انترفيو هتعمله لازم يجي لك السؤال ده ايه هو الاي بي اس الاي بي اس هو اختصار لكلمة intrusion prevention system بيعمل تحليل وفحص بيمسك الترافك كده ويعدي ايه يعني زي ما بنقول كده ايه ما بيسبش حتة غير لما يبص فيها ده كده الاي بي اس انت عرفها كده ان هو بيمسك حتة حتة يفلطرها لحد ما يجيب قرارها ده الاي بي اس طب بالنسبة في حاجة تانية برضو في ديفايس تاني اسمه اي دي اس intrusion detection system الاي دي اس ده دي تيكشن يعني ايه يعني بيكتشف لكن ما بياخدش اكشن هو جاست بيعمل منترينج للسيستم عندك تمام يبقى الاي بي اس يا جماعة بياخد اكشن ولكن الاي دي اس مش بياخد اكشن ده سؤال ممكن يجي يقول لك في الانترفيو what's the difference between الاي بي اس and الاي دي اس تمام حضرتك هتقول له الاي بي اس بياخد اكشن لكن الاي دي اس بيعمل منترينج للسيستم ولكن ما بياخدش اكشن تعالوا نشبهها كده بمثال علشان خاطر اه يجي يثبت في دمارك على طول ان شاء الله الكلب مثلا لما بيشوف حرامي الحرامي دوت هو داخل يسرق الفيلا فيه كلب احيانا ما بيعملش هجوم على الحرامي وبيقعد بس ايه يهوهو ان فيه ايه حرامي في الفيلا بيعايز ياخد معلومات من الفيلا او يسرق الفيلا او ياخد اي حاجة بقى تمام بس مش هياخد معاه اكشن مش هيروح يعده مش هيروح ياكله مش هيروح يعمل معاه اي اكشن ده الاي دي اس هو بس عمال يهوهو ووقف مكانه بيديك بس ايه الارت كده يعني بي جاستيس ان ده الارت كده ان هو فيه ايه خد بالك فيه حرامي عندك في الفيلا ويقعد يهوهو بقى لحد ما تيجي انت بقى ايه تتوب علي تمام اللي هو انت كصاحب الفيلا تتوب علي لكن الكلب مش هياخد اكشن ده الاي دي اس اللي هو الانتروجن تيديكشن سيستيم طيب الاي بي اس بقى الكلب اللي انت حطه في الفيلا علشان يحملك الفيلا اول ما الحرامي مجرد بس ما يفتح الباب هتلاقي الكلب هجم عليه وهوهوهو وكله وعوره وقطع له وشه تمام ده الاي بي اس يبقى الاي بي اس بيعمل بياخد اكشن يعني بيعمل منترينج وكمان بياخد اكشن خد بالك الاي بي اس بيعمل ديب انيسبكشن للباكت وهو اكتف لانه بيعمل كنترول للترافيك بتاعك بس سعيبه انه هو سلو لانه بيعمل انيسبكشن كامل يعني بيقعد يفلطر الباكت زي ما اتفقنا كده انه هو بيمسكها حتة حتة لحد مفحص كل حاجه فيها اه كده عارفنا اه سؤال مهم جدا اللي هو واتزا ديفرنس بتوين الاي بي اس ان الاي دي اس بتشتغل ايه في الشركة على حسب الشركة اللي انت فيها يعني محتاج ايه في شركات بتكون محتاجة الاي بي اس لانه هو اه بطيق اه بس بياخد اكشن وبيعمل لي منترينج للماليشيس ترافيك لكن الاي دي اس هو بس جاست بيعمل لي ايه بيديني اه تنبيهات جدا اني فيه ماليشيس ترافيك تمام اه ده بالنسبة للسؤال الاولاني طيب فيه سؤال تاني ممكن يجي يقولك برضو في الانترفيو طيب انت باش ماندس اكيد اخدت الانتي فيروس صح صح طيب تقدر تقولي اني طالما الانتروشن بريفينشن سيستم الاي بي اس بيعمل ديب انيس بيكشن للترافيك وانت كنت قلتنا في الانتي فيروس انه هو حماية لي الحاجات البرمجيات اللي هي الماليشيس سوفتوير في النتورك عندي صح صح اذا الفرق او تقدر تقولي ايه الفرق بين الانتي فيروس والانتروشن بريفينشن اللي هو الاي بي اس هقولك ان الانتي فيروس مش بيعمل سكان للنتورك بتاعتي ولكن هو بيشتغل على مستوى البروجرامز يعني هو بيعمل لي سكانينج للبروجرامز عكس الاي بي اس الاي بي اس بيعمل فول انسبكشن يعني بيحلل الترافيك بتاعي وبياخد اكشن وبيشوفي الترافيك ده خارج منين وراح فين وجاي منين والكلام ده كله تمام ده كده بالنسبة للسؤال التاني اللي هو what's the reference between الانتي فيروس and ips طيب اه هنا زي ما انتم شايفين اه انا بخش في الانتروشن بريفينشن وبكارية profile grid عايز تستخدم ال default profile لو باي default كده على اي فرط جيت بيكون في موجود عندك اه default profile باي default بيكون في موجود على اي default profile تقدر تستخدمه تمام اه لو جيت هنا قلت له create new هتسمي البروفايل بتاعك ايه علشان لما تيجي تعمل تختار البروفايل اللي انت عملته هنا يعني تعالى مسلا نعمل البروفايل اسمه test بس هنا بقى بيقول لك ايه بلوك malicious url اعمل بلوك الاي url malicious فانت هتفعل ال option ده اكيد تمام هنا بيقول لك بقى ايه عندك الاي بي اس signature and filters اه هتيجي هنا تقول له create new هزبط بقى ايه signature بتاعدي الطيب هقول له filter مثلا الاكشن هقول له اعمل لي بلوك تمام اه ال packet login اه خليها enable status enable تقدر برضو ايه تخليها default او disable زي ما انت عاوز اه الحاجات دي انت بتقسمها بقى ايه على حسب احتاجك انت واحتاجي الشركة تمام اه اه الفلتر هتفلتر ايه ال client ولا server ولا ايه بالزبط تمام تقدر بقى تتحكم عايز تفلتر ال dhp dns ال ftp بتاع download ال htp البراوزر بص في عندك حاجة كتير تقدر تتحكم فيها تمام اه ده بالنسبة للفلتر في عندك signature برضو بيقول لك ال packet login واجبلك هنا signature تقدر تحدد بقى signature اللي انت عايزها برضو تمام فانت ايه بت custom الدنيا ديت على حسب بقى انت عاوز ايه في الشركة احنا مسلا اه بيقول لك على الاقل at least one signature must be selected انا هنحدد اي واحد وقول له at select تمام وهقول له اوكي انت عايز بقى ال scan ده يبقى اي block ولا disable ولا monitor انا هقول له block وهقول له اوكي كده انا create profile بتاعي اسمه test هاجي بقى فيه policy لما اجي اcreate new policy هاجي هنا create new وانا بزبط policy بتاعتي اللي احنا حفزناه خلاص هاجي هنا في الاي بي اس وهبتدي بقى اختار انت عايز تختار اي بي اس ولا هتختار التست اللي انت عملته هقول له لا اختار التست اللي احنا عملنا تمام لو اه حضرتك عايز تكرق اكتر عن الاي بي اس والاي دي اس والانت فيروس والحاجات دي كلها تقدر حاليتك تخش على kb.fortinet.com kb ديت بتاعت fortinet فيها كل الدفايس لو انت عايز تقرأ عن كل الدفايس بتاعت fortinet او لو عايز تخش اه تقرأ في دفايس معين زي fortinet راحتك تقدر تخش تقرأ عنه زي ما انت عاوز يعني اه لو جينا هنا هتخش على الموقع دوت اللي هو kb.fortinet.com هيفتح معاك الموقع ده بتاع fortinet اللي هو knowledge base اه تقدر تقرأ عن مثلا اه او 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 تمام اه عايز تاخد معلومات اكتر واكتر عن حاجة معينة بتخش على kb دوت وتخش على الدفايس بتاعك اللي انت عايز تقرأ عنه وتبتدي بقى ايه تتعمك في الحاجة ديت تمام احنا اه شغلين على الدفايس اللي هو kb.fortinet هخش على kb.fortinet بيقولك انت عايز بقى ايه تشوف او انت شغل على kb.v6.2 او انت عايز بقى ايه تشوف او انت شغل على kb.v6.2 او انت عايز تقول له kb.v6.2 متسرش عن kb.Ibs هيتلع لك بقى ايه بيقولك kb.antivirus and kb.Ibs schedule update is kb.Ibs انت عايز بقى انا معلومات كتير عن Ibs انت عايز تدور بقى ويقرأ عنه ايه وشوف ibs engine اللي هو المحرك البحث بتاع Ibs بيبقى برا عن ايه و بس بيجيب لك زي screenshot كده يقول لك ان انت تقدر تعمل upgrade ال Ibs من خلال ان انت بتعمل download من support.fortinated.fortinated وتقوم بتعمل هنا أبجريت للملف دول نود اللي انت أعملته تمام علشان تعمل أبديت لي السيجنيتشار بتاعة الاي بي اس دلوقتي يا باشمهندس احنا كريتنا البروفايل بتاع الاي بي اس عايز بقى امانة رو الدنيا واشوف اللجات بتاعة الاي بي اس يا باشمهندس اجيبها منين واشوف الاي بي اس شغال ولا لا وبيجيب لي فعلا حاجات بالفعل بيبسكها ولا لا طبعا تقدر بتاعة الاي بي اس وتبتدي بقى ايه تشوف بقى اللوجز بتاعة الاي بي اس بيجيب لك هنا الحاجات الوقت كان امتى والحاجات ديت يعني خطر بنسبة ادي ايه هي الاي ولا ايه ولا ايه ولا ايه بتاعي يعني السورس من البروتكول من الاكشن ايه بتاعت التكنيم دي حاجات تقدر تجربها من على الجلود ومن على الميموري فانت تقدر هنا تعمل منترينج لي اللوجات بتاعة الاي بي اس وتبتدي بقى تشوف الاي بي اس بيفشلك ايه وبيبسك ايه وبيبسك ايه ومع متين انتهينا من درس النهاردة وان شاء الله شوفكم الدرس الجاي على خير وما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو وسبسكرايب في القناة وقبل ما انه الحلقة اتمنى الفيديو يكون اعجابكم وبجد يا جماعة الاي بي اس ما بيخرجوش برا اي انترفيو حضرتك هتروح تعمله وشكرا لمتبعدكم وشكرا دي كل الناس اللي بتتبعني واعتمنى الفيديو يكون اعجابكم مرة اخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته